اشتركوا في القناة النهاردة هنلغي هذه الاسطورة ونعمل تدبيلة تب الوشوي بمكونين بس لا توابل ولا صوصات ولا اي حاجة وشايفين الدجاجة شكلها واهمي وريحتها رهيبة كانت معبية البيت كده عاملة عطر كده روما او برفان بالمكونين بس اللي ايه هنشويهم بها شايفين السدر بيكون عادة جاف شايفين السدر اصلا دايب والدجاجة كلها من شاء الله دايبة واللون الدهب الحلو ده هنقول اخدنا ازاي على الرغم انها لا فيها توابل ولا فيها صوص ولا فيها صلصة ولا اي حاجة لايكات وشير وسبسكرايب وكمين تحلو اهم حاجة تفعيل الجرس تبخلوش عليها باللايكات والشير لو سمحتو ونشوف الدجاجة دي اسرع وقلز دجاجة هتعمليها ان شاء الله هنا معاي حوالي اربع فصوصتهم كبيرة هرستهم او انا بشرطهم مبشورة ناعم وهضيف عليهم معلقة ملح كبيرة والمكون التاني معانا هو زيت الزتون نحط معلقتين كبار كده زيت زتون التوليفة دي السوم مع زيت الزتون انا هدي بس رشد فلفل اسود وتقدروا تستغنوا عنها زيت الزتون مع الثوم يعني بيدي طعم غير طبيعي لا بتحتاجت تنقعيها في تدبيلة ولا في اي حاجة بنتبل الدجاجة طبعا الدجاجة معانا غسلناها ولازم تكوني مجففة حلوة قوي بما فيهاش اي مية عشان تتشبع بالتدبيلة هعمل بقى مساج حلوة كده عشان الدجاجة بتاعتنا تعبانا فهنعمل لها مساج من داخل من خارج من عند الرقبة من تحت اسفل الجلد ونحاول نخليها كلها تتشبع بالتدبيلة الحلوة دي هنا بقى هاجيب ثلاث فصوصتهم كسرتهم كده او فتحتهم بالسكين وهحطهم داخل الدجاجة وحط ورقتين لورة ده بقى مات الدجاجة مع السخونية بيدي عطر وريحة حلوة قوي في الدجاجة من داخل هنا قفلت الدجاجة بتاعتي بالتو سبيكس وورق الفويل وده بليت ورقة زبدة وحطيت عليها ورقة فويل ودخلتها على رف شبكي واخدت ساعة وعشر دقايق بالضبط لان الدجاجة اللي عندي وزن كيلو ومتين جرم هشيل ورقة الزبدة بعد ما اخدت ساعة وعشر دقايق بتكون مستوية تماما انتوا شايفين اصلا الجلد من الجانب خلاص سر بقى اللون الدهبي دي سبغة الزعفران اللي هي البودر اللي في السوبر ماركت حطيت معاها معلقتين زيت اكل وهدهن بيها الدجاجة الحلوة بتاعتنا هادي ودخلها تحت الشواية عشر دقايق علشان تاخد لون دهبي حلو وده اللي بيديها بقى اللون الدهبي الحلو اللي انتوا شفتوه مع الدجاجة اهو هي طبعا الدجاجة زي ما انتوا شفتوها كانت طالع بيدها لان احنا ما حطناهش طوابل بس الريحة كانت معبية البيت التوم مع زيت الزيتون غير طبيعي هنا عشر دقايق تحت الشواية اصحابي وطلعناها وتحفى وطبعا عشان تغضي اللمعة بناخد الجوس او الزيوت اللي هي الدهون اللي نزلت من الدجاجة وبالفرشاية بندهنها قبل التقديم عشان تدينا اللمعة الحلوة زي ما بنشوفها كده في كل مكان يعني وطبعا انا قدمتها مع الرز الاصفر الرز الاصفر احنا عملناها اكتر من مرة مع بعض في القناة وسلطة الطحينة وسلطة خضرة وعملت سلطة الزبادي بالاناناس كانت طعمها غير طبيعي والله هتعملوها هتعتمدوها يعني هتستحيل هتتبلوا الدجاج تاني وهتعتمدوا هذه الوصفة سهلة وسريعة وفعلا نتيجتها تحفى بتطلع الدجاج يعني دايب دوب زي ما انتم شايفين والريحة غير طبيعية الريحة كانت معبية لبيت كله يا رب النهاردة ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم وصفة سهلة وسريعة مش محتاجين نتبل كل مرة الدجاج يعني تغيير لما نكون مستعجرين تجربوا هذه الوصفة هتعجبكم جدا نتيجتها روعة لون دها بتحفى السلام عليكم